أكد عضو مجلس النواب عن تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين محمود بدر أنه تم التوافق مع وزير الشؤون النيابية على إضافة تعديل لا يخل بنص المادة التسع والعشرين من قانون تنظيم الصحافة مؤكدا أنه لا يجوز مخالفة المادة الحدية والسبعين من الدستور من جهتها أشادت مي كرم جبر عضو مجلس النواب عن تنصيقية شباب الأحزاب بمشروع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية لا يجوز أن نخالف المادة 21 من الدستور وأيضا لا يجوز أن نخالف نص المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والتي أيضا حددت وحصرت كيف يتم الحبس في قضايا النشر في نفس الثلاث مواضيع تم التوافق ما بيني وما بين سيد وزير الشؤون النيابية والزملاء في الأغلبية أنه يضاف إلى المادة كلمة مع عدم الإخلال بنص المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة وهو الاقتراح الذي تقدم به سيد رئيس لجنة الصحة وبناءا عليه إحنا صحبنا تحفظنا ووافقنا على هذا ده كان اقتراح من التنصيقية بالأساس من تنصيقات شباب الأحزاب السياسيين إحنا اختبرنا فترة كورونا واختبرنا إجراءات وقرارات الحكومة خلالها كانت قرارات وإجراءات عبرت بنا إلى بر الأمان وأصبحنا من أهم الدول ومن أكثر الدول اللي حافظت على استقرارها خلال الفترة دي ففكرة وجود إطار قانوني أو مظلة قانونية تضع هذه القرارات والإجراءات في قدر من المشروعية وطبعا هي لها مشروعية القرار الإداري لكن إنها تنظم العلاقة ما بين المواطن والحكومة وتعرفوا الواجبات والحقوق ده أمر مهم جدا ترجمة نانسي قنقر